مرحبا يعطيكم العافية رح نشرح بهذا الفيديو محاضرة من مادة مبادئ الوقاية النباتية رح نشرح موضوع تأثير عوامل البيئة على تطور أمراض النباتات المحاضرة بإشراف الدكتور أحمد الحموري من كلية الموارد الطبيعية والبيئة الجامعة العاشمية بداية أمراض النباتات تحتاج إلى ظروف بيئية مناسبة حتى تتشكل وتتكاثر وتنمو وتنتشر بين النباتات وهذه الظروف لازم تكون المناطق تكون هيميد أو ويت ايرياز مثل مناطق الرطبة سواء كان درجة الحرارة كول أو وورم أو تروبيكال يعني درجة حرارة استوائية بتكون هاي الظروف مناسبة أو مثالية لتشكل أو تطور أمراض النباتات بشكل عام وجود العوامل الممرضة ووجود العائل أو هي النبات نفسه لا يعني تشكل المرض لأنه المرض يجب تتوفر في بعض الظروف المناسبة حتى أنه يحدث المرض فبالتالي وجود المرض نفسه ووجود العائل لا يعني تشكل المرض لكن يشترط أيضا وجود الظروف المناسبة لتشكل المرض أو الديزيز في النباتات العوامل البيئي اللي بتأثر على أمراض النباتات تقسم إلى ثلاث أقسام العامل الأول هو temperature أو درجة الحرارة وطبعا عامل مهم رح نشرح عنه كمان شوي إيش بأثر التمبرتر على تشكل الأمراض وسرعة انتشارها وما إلى ذلك والعامل الآخر اللي هو moisture أو الرطوبة والعامل الثالث اللي هي soil nutrients أو هي المواد الغذائية في التربة نعطي ملاحظة بشكل عام أنه النباتات إذا كان الرأي إلها جيد وكان التسميد إلها جيد بتكون الآن قدرتها على مقاومة الأمراض بشكل أفضل وبالتالي soil nutrients عبارة عن عامل مهم جدا في زيادة قوة النبات وتحمله ومقاومته لأمراض بشكل عام الآن أمراض النباتات تؤثر على النباتات بثلاث محاور المحور الأول اللي هو growth على النمو قد تسبب اللي هو مشاكل في النمو أو الطراب في النمو أو قد تمنع مثلا تشكل الأوراق أو تشكل الثمار وما إلا ذلك أو المحور الثاني بتتأثر على susceptibility of the host أو على حساسية النبات للأمراض الأخرى أحيانا والتأثير الثالث بتأثر على pathogen نفسه أو المسببات المرضية وعلى الانتراكشن بين هذا pathogen والhost أو النباتة بشكل مباشر بتأثر هاي الأمراض النباتات على هاي الثلاث محاور بشكل عام الآن نيجي لتأثير temperature ونشوف كيف temperature بأثر على الأمراض النباتات بنحب نحكي هون أنه كل أمراض النباتية أو معظم الأمراض النباتية والمسببات المرضية لهاي الأمراض النباتية لها minimum وماكسيمم temperature حتى أنها تحدث يعني لدرجة حرارة مثالية ودرجة حرارة الدنيا ودرجة حرارة القصوى عشان تحدث طبعا في الصيف بتكون درجة الحرارة عالية كثير وبالشتاء بتكون درجة حرارة من خفضة جدا وبالتالي إذا كان درجة الحرارة أعلى من الحرارة المطلوبة أو الحرارة المثالية لهذا pathogen أو كان درجة الحرارة أقل من هاي الحرارة المثالية لهذا pathogen قد لا يحدث المرض أو ما يصير فيه initiation أو بدء لهذا المرض إذا كان درجة الحرارة أعلى من المطلوب أو أقل من المطلوب سواء كان فصل الصيف أو فصل الشتاء هاي اول موضوع عن التمبرجر الان عنا الباثوجينز بتفضل درجات حرارة علية ودرجات حرارة دنيا مفضلة الها مثال بسيط عنا في عنا الفايتوف ثورا اللي هي تمنمو اسرع على درجة حرارة 20 بينما الفوساريوم بنمو اسرع على درجة حرارة 25 فلاحظوا الان نوعين مختلفين من الباثوجينز او المسببات المرضية كل مسبب مرضي بيفضل درجة حرارة معينة بسموه الابتيمال تمبرجر بيفضل النمو عليها بشكل اسرع وبالتالي في عنا منمو وماكسيمم تمبرجر وفي عنا اوبتيمال تمبرجر لكل باثوجين فهي المؤثر او المسبب الثاني اللي بتأثر عليه اللي هي تمبرجر على امراض النباتات طبعا تمبرجر ايضا بتأثر على عدد الابواغ او السبورز اللي بتتم انتاجها في وحدة النباتات او يعني في النبتة الواحدة وايضا بتأثر على عدد الابواغ اللي بتنتجها النبتة خلال فترة معينة فبتأثر بمحورين على كمية الأبواغ اللي بنتجها النبتة نفسها وعلى كمية الأبواغ اللي بتنتجها النبتة أيضا في وقت زمني معين فهي تأثير الثالث للتمبرتشر طبعا التمبرتشر أيضا بتأثر على الهوست أو على الباثوجين مثلا في عنا المرض اللي هو الساق نبات القمح مثلا أنت شايفين عندكم بالصورة هون في عنا المرض موجود هنا على نبات القمح في خلال 22 يوم بتكون الساكل تكتمل عند درجة 5 درجات سليسيوس بينما عند 10 درجات سليسيوس تحتاج إلى 15 يوم فقط ومن 5 إلى 6 أيام فقط بتحتاج إلى إذا كان درجة الحرارة 23 سليسيوس فلاحظوا مع ارتفاع درجة الحرارة بتقل الساكل تاعة هذا المرض وبالتالي بتكون التأثير تبعه أكبر على درجة الحرارة أعلى طبعا إذا كانت المينمم والأبتمل والماكسيمم تيمبرتر للباثوجين أو المسبب المرضي والهوست والديزيز كانت نفس الإشي وبالتالي درجة الحرارة لها تأثير مباشر فقط على الباثوجين لها تأثير مباشر على الباثوجين أو المسبب المرضي وبالتالي إذا كان مسبب المرضي حساس للدرجة الحرارة العالية ممكن ما أنه يصير له إنيشياشن أو إذا كان بلوه منمم تيمبرتر ما بصير له إنيشياشن وإذا كان على الأبتمال تيمبرتر بصير الآن بنمو وبتكاثر أو بنتشر بشكل سريع جدا نجل العام الآخر اللي هو المويستر أو الرطوبة المويستر بتأثر على الجيرمينيشن أو فانجل سبورز أو يعني اللي هو الإنبات بتاع الأبواغ الجاي الفطرية الموجودة عندنا هون وبتأثر على البنتريشن للهوست يعني بتأثر على اختراقها للهوست عن طريق الجيرم تيوب هاي التأثير الأول للمويستر التأثير الثاني إنها بتحمل اكتفيشن أو تحفيز للبكتيريال والفانجل والنماتود باثوجينز بتحفز الأمراض البكتيرية والفطرية وأمراض الديدان إنها تنتشر وإنها تصير له إنيشياشن هاي المويستر أو الرطوبة التأثير الثالث للمويستر اللي هو بتعمل سبريد بتنشر المرض عن طريق اللي هو السبلاشنغرين أو الرنينجووتر إنه لو الدنيا شتت على شكل مطر وهذا المطر لامس أوراق النباتات صار له سبلاش أو انتشار يعني زي الرذاذ وبالتالي هذا الانتشار ممكن ينشر مع المرض وممكن الرنينجووتر أو المياه الجارية بالأنهار إنها أيضا بتأثر على انتشار أو نشر المرض معها بتحمل هذا المرض معها طبعا المويستر أيضا بتأثر إنها بتزيد الساكولنس من الهوستيش يعني بتزيد امتصاص العصارة أو المواد السائلة من أنسجة النبات المصاب أو العائل في أمراض النباتات طبعا بتأثر توزيع الأمطار على الأمراض أحيانا إنه في مناطق بتأثر بشكل مباشر بتوزيع الأمطار في السنة على الدزيزة يعني إذا كانت الأمطار موجودة مثلا أحيانا في بعض الدزيزة تنتشر بشكل أكبر وبالتالي بصير انتشارها أعلى مرتبط بالمطر على حساب مناطق أخرى ما فيها أمطار كثيرة وبالتالي الانتشار الأمراض فيها بيكون قليل معظم المسببات المرضية الفطرية بتعتمد على وجود يعني اللي هو الرطوبة أو يعني المياه أو المادة الرطبة حولين التربة بسموها حولين النبتة وبسموها film of water يعني وكأنها زي شريط أو طبقة من الماء مغطية أوراق النباتات أو أجزاء النباتات وبالتالي بتعتمد عليها عشان تكاثر ويصير لها إيش وأكيد في عنا النباتات المسببات المرضية بتنمو وبتأخذ حاجتها من المياه من هاي film of water أو المياه الموجودة على النباتات وبالتالي بتصير قادر الآن هاي المسببات الممرضة أو العوامل الممرضة إنها تمتص المواد الغذائية والماء من النبات نفسه وبالتالي يعني هاي بتكون film of water عبارة عن source الأساسي حتى تبدأ إنها تنمو بشكل بداي بعدين إنها بتحتمد على نفسها في امتصاص المواد الغذائية من النبات أو العائل نفسه أو الحامل للمرض تأثير الرياح الآن نيجع تأثير الرياح تأثير الرياح بشكل رئيسي بأثر على spread of pathogens يعني بأثر على انتشار الباثوجنز طبعا مثل ما الماء بيعمل انتشار للباثوجنز عن طريق السبلاش الرياح بتعمل انتشار للباثوجنز على طريقنا بتحملها من نبتة لأخرى وبالتالي بتأثير عن انتشارها بشكل كبير الرياح وأيضا الرياح بتأثر على بتسرع عملية جفاف النبات جفاف أسطح النبات أو جفاف الرطوبة أو المياه عن أسطح النباتات في حال سقط المطر مثلا أو في حال عملية الري واصار في عنا رطوبة على أسطح النباتات الرياح بتساعد هنا تسرع في جفاف هاي الأسطح النبات وبالتالي بتأثر على البثجنز بشكل عام ممكن انه اذا الرياح اثرت على النبات وجففت الاسطح تبعيته وصار سطح النبات جاف سواء كان بفعل مطر او بفعل مياه الري ممكن هذا الاشي يمنع حدوث المرضين ممكن يمنع حدوث المرضين بسبب انه سطح النبات ما صار فيه علي مواد رطبة او يعني مياه وبالتالي منع حدوث او تشكل البثجن على هذا النبات ممكن ايضا الرياح تكسر بعض اجزاء النبات مثل الاغصان او السيقان وبالتالي هذا الكسر بصبح النبات في منطقة الكسر معرض اكثر للفانجاي والفيروس والبكتيريا او الامراض النباتية وبالتالي هذا الويند بيأثر بشكل مباشر عن طريق كسر اجزاء النباتات وجعلها اكثر عرضة وحساسية للمسببات الممرضة نيجي لتأثير اللايت او تأثير الضوء تأثير اللايت مثلا فيه ان اذا كان اللايت في المتاح للنبات او الاضاءة او ضوء الشمس او شعة الشمس المتاحة للنبات قليلة وبالتالي بأثر بعملك اتولييشن او بلانت بارتز يعني بصير في عندك استطالة في بعض اجزاء النباتات تنمو بشكل او بطول غير طبيعي وبالتالي زي ما انتشافي عندنا هون بالصورة هاي النبتة الطبيعية هون وهاي في عندنا هون النبتة صار فيها استطالة لاحظوا اجزاء النبات فيها السيقان تاعت النبات اللي هون كثير طويلة وبالتالي هاي النباتات بالأجزاء اللي صار فيها نمو بشكل غير طبيعي بتصبح أكثر عرضة أو أكثر حساسية للإصابة في أمراض النباتات والمسببات الممرضة الآن إذا كان عندنا مثلا low light intensity يعني شدة الضوء أو كمية الضوء المتاحة قليلة بتكون هاي مفضلة لبعض ال diseases مثل leaf mold of tomato تعفن أوراق النبات الطماطم أو إذا كان عندنا high light intensity بتكون مفضلة لبعض النباتات الأخرى مثل الرست أو اللي الصدق اللي شايفين عندنا هون تظهر الأوراق النباتات على شكل وكأنه عليها صدق مثل صدق الحديد هاي بالنسبة إلى light نيجل العامل اللي هو الأكسجين وثاني أكسيد الكربون تركيز الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في تربة أو في عند النباتات طبعا الأكسجين بيأثر على activity of market organism عن نشاط الكائنات الحية الدقيقة بأثر على growth of roots اللي هنا موت جذور بأثر على nutrients uptake اللي هو امتصاص المواد الغذائية بأثر على biochemical activities في التربة اللي هو العمليات الكيميائية والبيولوجية في التربة ثاني أكسيد الكربون طبعا يعتبر مهم أكثر من الأكسجين بالنسبة إلى soil born pathogen يعني بالنسبة إلى pathogens أو نسبات المرضية اللي تنشأ من التربة نفسها في حيث إذا كان وجود CO2 بشكل أكبر بيعملك inhibition مثلا يعني إذا كان CO2 موجود بشكل أكبر بيعملك inhibition للgrowth of ryzoctonia solani يعني بيثبت نمو ال ryzoctonia solani وبالتالي بيأثر بشكل مباشر CO2 على ال ryzoctonia بالنسبة إلى soil pH آخر عوامل اللي هو بيأثر مباشرة على soil born pathogens اللي هم الباثوجينز اللي بتنشأ من التربة أو المسببات المرضى الجاي من التربة على سبيل المثال جذور النباتات بتكون يعني بتكون الباثوجينز المسببة إلها على pH 7 بتكون سيفير يعني شديدة جدا بينما بتنزل يعني بتنزل أو بتنزل النمو تباها أو التطور تباها إذا كان الباث بين السبعة والسبعة واثنين وبتغيب تماما أو بتختفي تماما إذا كان الباث 7.8 فإذا كان الباث 7 بيكون نشاطة أعلى ما يمكن إذا ارتفع الباث صار بين 7 إلى 7.2 بقل نشاطها إذا ارتفع إلى 7.8 يعني بين عدم نشاطها تماما ما بيصير فيها أي نشاط هذه بالنسبة للسويل بورن باثوجينز اللي بتأثر على جذور والمجموع الجذري للخضروات بشكل عام إنه معظم البكتيريا والفانجاي والنيماتود اللي هم بيتحملوا pH برينج معين وبالتالي بتحملوا pH برينج معين بيكون عادة بنفس الرينج اللي بيكون منمو فيه الهوست أو النبات نفسه وبالتالي بتحمل هذا الـ pH وبالتالي بيصير في عندك بعض الإكسبشنز أحيانا إنه ممكن فيه نباتات تتحمل الـ pH أعلى من الـ pH تاع الباثوجين أو العكس السوء الـ pH أيضا بيأثر على الباثوجين بشكل رئيسي يعني بشكل مباشر على الباثوجين نفسه أو المسبب للمورد نفسه وبالتالي بيأثر بشكل غير مباشر على الـ micro organisms اللي هي حوالين هذا الباثوجين يعني بيأثر على الباثوجين نفسه وبأثر على الـ micro organisms اللي حوالين هذا الباثوجين لكن بشكل غير مباشر هيك نكون هنا المحاضرة ويعطيكم ألفا